اليوم إن شاء الله حبيباتي لكل من تبحث عن حلول لتكتيف الحواجب بصورة طبيعية وباستمرار دون اللجوء لأدوات التجميل عليكم متابعة هذا الفيديو للتعرف على أفضل وصفة وأفضل طريقة للحصول على حواجب تكون كثيفة وممتلئة والتخلص من الحواجب الخفيفة إذن فلنتعرف على أول مكون بالنسبة لوصفة اليوم لدينا فصين من الثوم سنحتاج إلى فصين من الثوم نقوم ببشرهما كما تلاحظون حصلنا هنا على مبشور الثوم أنا قمت ببشره من قبل ثم سنحتاج كذلك إلى زيت الزيتون ويفضل أن تكون زيت زيتون خالية من الملح أي بدون إضافة بعد أن قمنا هنا ببشر الثوم سنأخذ ملعقة تكون كبيرة أي ما يعادل مقدار ملعقتين هكذا من زيت الزيتون ومبشور فصين من الثوم ونبدأ بالخلط جيدا ندمج جيدا المكونات من الأحسن أن تقوم بترك هذه الوصفة تقريبا مدة عشرون دقيقة إلى نصف ساعة أو من الأحسن لما لا أتركوها تقريبا أربعة وعشرون ساعة حتى تتغلغل جيدا أو يعني فوائد التوم تتغلغل مع زيت الزيتون بعد ذلك نقوم بأخذ هذه الزيت ونبدأ بأخذها سواء بأطراف الأصابع أو بعود من القطن ونبدأ بالتدليق جيدا منطقة الحواجب نبدأ بتدليق منطقة الحواجب جيدا هكذا بحركات تكون دائرية حتى تتغلغل هذه الزيت مع الثوم في أعماق البصيلات بهذه الطريقة الطريقة بسيطة جدا من الأحسن المداومة عليها بشكل يومي ومن الأحسن في الليل قبل النوم أن نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الحواجب كونوا متأكدين أنكم سوف تحصلون على نتائج رائعة جدا إذا أردتم كذلك ترقوها تقريبا مدة 30 دقيقة حتى تجف بعدها قموا بغسل الحواجب بالماء الفاتر كما يمكنكم المبيت بها لليلة كاملة هذه الوصفة كما قلت تكرر بشكل يومي ولمدة أسبوع بالكامل في أسبوع واحد ستلاحظون نتائج رائعة في تكتيف الحواجب وأيضا ملئها حتى المناطق التي تكون فارغة بالحواجب سوف تلاحظون نمو شعيرات صغيرة وصفة ممتازة ورائعة يجب فقط أن تداوموا عليها إذن حبيباتنا نلتقي إن شاء الله في وصفة جديدة مع فيديو آخر ودمتم في أمان الله